السلام لبنات كديري اللبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم كله أمل إن شاء الله كله طاقة إيجابية كله تفاؤل بطبيعة الحال بزفد السيدات فقدوا هذا الفرحة هذي فقدوا كذلك يعني التفاؤل بزفد السيدات من اللي كي طول الانتظار ديالهم كي يحسوا بواحد القلق بواحد الشعور بالاكتئاب فأكيد من خلال هذي القناة هذي ما غتبقيش مكتابة إن شاء الله غادي تشوفي عدة تجارب غادي تشوفي يعني تجارب حقيقية لسيدات كانوا يعني عندهم وحد الحرمان ولكن رب يعود الصبر ديالهم بالدرية الصالحة إن شاء الله ما تكوني تنتية علاش الله هذا الفيديو هذا غنعتكم وصفة قوية وصفة جربتها الأخت وكانت ناجحة معها في سرعة حدود الحمل كان كتجيها يعني الدورة إلا بمجرد دواء يعني اللي كتاخد الدواء عاد كتجيها الدورة ما كتنزلش عليها الدورة بشكل طبيعي خاصة ضروري أنها تشرب واحد الدواء اللي هو دوفستون أو الأدوية الأخرى يعني إتخوجستان يعني جميع الأدوية الهرمونية اللي كتنظم الدورة عاد باش كتجيها الدورة الشهرية بقات على هذا الحال سنة كاملة وهي كتشرب الدواء عاد كتجيها الدورة الشهرية أكيد أن الأمر مقلق للغاية جميع الأدوية الهرمونية خاصة تكون باستشارة الطبيب تحت الإشراف الطبي يعني تاكي الموعد المعين لشرب هاد الدواء وكذلك المدة يعني خاصة ما تفوتيش واحد المدة لأن الجسم ديالك كيبدأي تعود على هاد الأدوية كيواللي التأثير الجانبي ديال الدواء كيبدأي بنى على الصحة ديالك على النفسية ديالك وهاد الأدوية هاديرة كتكون بجهده تأثير ديالها كيكون واضح على السيدات بطبيعة الحال ما قدرتش أنها توقف هاد الدواء يعني مليك توقفه ما كتجيهاش الدورة بالمرة ما كتجيهاش كتبقى متأخرة عندها عدة أشهر بطبيعة الحال ما عرفت ما تدير تجربت هاد الوصفة هادي نظمت لها الدورة ساهمت في أنها رجعت لها الإبادة بشكل طبيعي وكذلك حملت بها ما شاء الله في نفس الشهر كان عندها سرعة حدوث الحمل إذن بقي معي في هاد الفيديو المهم وبطبيعة الحال وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات لباغي وصفات طبيعية وإن شاء الله نتوفق أنني نجيب جميع الوصفات المجربة اللي جربوها العديد من السيدات وكانت ناجحة في سرعة حدوث الحمل بزف ديال السيدات ما كيعرفوش واش عندهم دورة شهرية منتظمة أولا لا بطبيعة الحال الأمر بسيط وسهل كتحس بي من أول يوم لنزول الدورة الشهرية إلى غاية اليوم الأول لنزول الدورة المقبلة يعني الفرق ما بين اليوم الأول واليوم الأول في الدورة المقبلة كيكون يعني إما 28 يوم إما 32 إما 30 يوم وبطبيعة الحال هدوهما الدورات المنتظمة من 28 يوم إلى 34 يوم أقل من 28 تعتبر دورة غير منتظمة وأكثر من 34 كذلك دورة غير منتظمة بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ضروري خاصة استشارة طبية لأنه في بعض الأحيان ممكن أنه يؤدي إلى صعوبة حدوث الحمل يؤدي إلى الخلل في الهرمونات وإلى عدم تدام الدورة الشهرية وبالتالي كان هناك مجموعة من طرق اللي ممكن تتبعيها وتنظمي الدورة ديالك بشكل طبيعي ضروري من أنك تحافظ على الوزن الصحي تغيرات في الوزن كتأثر على الدورة ديالك حيث أن زيادة الوزن يؤدي إلى اضطرابات الهرمونات وكذلك نقص الوزن الشديد يسبب النتيجة نفسها بطبيعة الحال عدم تدام الدورة ممكن تعاني منه صاحبة الوزن الزائد من غزارة الدورة الشهرية والألم المصاحبة لها وكذلك يعني اتباع نظام غدائي صحي من ضمن الأمور المهمة في غاية الأهمية باش توصل لدورة شهرية منتظمة أكيد أن العناصر الغدائية ضرورية منها الفيتامينات، المعادن، الأملاء، يعني الألياف جميع العناصر المفيدة للصحة ديالك دخلها لأكل ديالك باش يكون نظام صحي بطبيعة الحال بعض السيدات كي يتبعوا واحدة الريجيمات قاسية الريجيم القاسي ممكن يؤدي إلى خلال في الدورة ديالك وممكن يسبب الاحتباس ديالها بطبيعة الحال كذلك ضروري ممارسة التمارين الرياضية بدون إفراط لأن الإفراط فيها ممكن كذلك يؤدي النتيجة عكسية هذه السيدة كانت تعتمد على وصفة رائعة قوية لتنظيم الهرمونات رجعت لها الدورة بشكل طبيعي، استغنات على الدواء اللي كانت تستخدم وبالتالي ساهمات في انتظام الدورة والرجوع ديالها بشكل طبيعي ما شاء الله وفي الحمل ديالها بسرعة وصفة قوية إن شاء الله، ستساهم في حمل عديد من السيدات حاولوا أنكم تشجعوا لي الفيديو بواحد اللايك باش يوصلهم هذا الفيديو هذا خصوصا للسيدات اللي مازال كينتظروا الدورية وعندهم عدم تدام الدورة الشهرية يعني كتنزل لهم فقط بالدواء الوصفة الأولى وهي عبارة عن البردقوش كيف مديمة كنقول لكم مرد الدوش أو البردقوش من ضمن الأعشاب القوية المساعدة على معالجة الخلل الهرموني وكذلك منظمة للدورة الشهرية بامتياز هاد العشبة هادي كنت كتتناولها السيدة بالإضافة إلى الوصفة الأخرى اللي غا نذكر لكم في هاد الفيديو كذلك بالنسبة لطريقة الاستخدام ديال عشبة البردقوش غادي تناولها مدة عشرون يوما كتحبسها باش كتجيك الدورة ديالك ومن بعد يعني كتستعملي الوصفة الأخرى اللي غادي نذكر كذلك إذن مدة عشرون يوما وانتي كتناولي منقوع البردقوش كأس واحد في الصباح على الريق بطبع الحال عشبة رائعة قوية جربوها العديد من السيدات وكانت النتيجة ديالها إيجابية إذن من بعد ما كتجيك الدورة يعني بمجرد ما تشوفي الدورة ديالك غادي تحاولي أنك تناولي كذلك زرعة الكتان زرعة الكتان تهي ميزان هرموني للهرمونات ديالك منظم كذلك الجميع المشاكل اللي كتكون في الهرمونات سواء كان عندك واحد الارتفاع أو الإنخفاض في الهرمونات فغادي تعالج لك المشكل وكذلك غادي ترجع لك الدورة ديالك منتظمة وغادي تساهم في تنشيط التبويض بشكل طبيعي إذن زرعة الكتان غادي تناوليها إما مع الماء يعني إما مع الماء غادي تخدي ملعقة صغيرة ابتداء من أول يوم لنزول الدورة مدة أسبوع كامل وانتك تناوليها يوميا في الصباح كذلك يعني بمجرد ما جاتك الدورة ديالك بداي بها هذه الوصفة هذه التانية إما مع الماء إما مع الحليب إذن ملعقة صغيرة مع الماء أو مع الحليب بطبيعة الحال ما يكون دافي وكذلك الحليبته هو يكون دافي وغادي تحاول تحلي المشروب بالعسل الطبيعي وبطبيعة الحال تناوليها في الصباح يعني كتكون رائعة جدا غنية بمجموعة من الفيتامينات والألياف اللي مهمة الصحة ديالسيدات خصوصا السيدات اللي عندهم يعني خلل في التوازن الهرموني يحاولوا أنهم يعتمدوا لها لأنه فعلا ممكن جمعهم نتائج مرضية بطبيعة الحال جميع السيدات اللي عندهم عدم تدام الدورة الشهرية يتخلصوا من التوتر لأن التوتر الشديد كي أدل عدم تدام الدورة الشهرية ينصح بممارسة التقنيات التي تساعد على إدارة التوتر مثل اليوغا مثل كذلك يعني الاسترخاء تماريلاسترخاء الاستماع للقرآن الرقية الشرعية جميع الأشياء اللي ممكن تهدأ لك الأعصاب ديالك حاولي أنك كذلك يعني تدومي على الشرب منقوع الشاي الأخضر الشاي الأخضر رائع جدا يوميا في الليل حاولي تشربه واحد الكوب يعني تنامي لأن الشاي الأخضر معروف أنه كينضم لك كذلك الهرمونات ممكن تستخدميه مع الوصفتين اللي ذكرت في هذا الفيديو هذا يعني وغتحصل على واحد دورة منتظمة إن شاء الله أعطيتكم مجموعة من نصائح أعطيتكم كذلك الأشياء اللي غاديت نتضم لكم الدورة ديالكم حاولوا أنكم تبعوا هاد النصائح وإن شاء الله غيكون عندكم حمل في القريب ريحوا الأعصاب ديالكم لأنه فعلا الضغط النفسي أو العامل النفسي يعني كيلعب دور كبير في الهرمونات ديالكم وكذلك يعني إلا كنت مرتاحة الدورة ديالك غتجي في الوقت ديالها بينما إلا كنت يعني متعبة أو تفكير ديالك زائد أو يعني معصبة أو متوترة فالدورة ديالك غاديت توتر وما غاديش تجيك في الوقت ديالها كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى إلا إعجاب ديالكم إلا أجبكم هاد الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة شكرا لكم على مئتين ألف أبوني أكيد أن العائلة ديالنا كتكبر وكتكبر بكم إن شاء الله ويا رب ترزق كل محرومة في هاد سيدات هادو في جميع الأخوات اللي مازال كينتظروا يارب ترزقكم درية صالحة إن شاء الله في القريب وتفرحونا جميع كان درب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء